اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة مش جديد بدي رحب فيكم وبكل شخص نضام لنا بهيدا الحلقة وبسرني وبشرفني بها الحلقة تكون ضيفة لينا اسمر منصقة طاولات ورسم على الفورسلان اهلا وسهلا فيك معنا هلا فيك لارا تمام ماش الحال يعني دايما هيك على الهوى منكون ايجابية وتحت الهوى كنا عم نحكي بي ايجابية بظل كل الظروف الصعبة ولكن اليوم المحضرتي على شهر رمضان الفضيل شي كتير حلو متل العادة يعني فكرمال هيك لكل الصبايا والسيدات وخاصة هلأ قبل استقبال الشهر الفضيل منصير نفكر بالعزايم وكل هالتفاصيل خلينا نزبط الضيافة بشكل كتير حلو فخبرينا قبل ما نفوت بي الكلكشن رمضان شو اللي جديد اليوم عند لنا اصمال والله السنة لارا بلشت تفكر بالكلكشن تبع رمضان من قبل راس السنة لانه صغط الماضي وقعت بمشكلة كتير كبيرة كنا نبلشين قبل بشهر واجا كتير طلب وما قدرت لحقت مسلم لانتعرفي كله رسم ايد وكله بده شغل يعني مش قوان بيسير يعني بقى السنة من قبل راس السنة بلشت اعمل الكولكشن صممه اعمل الديزاينات تبعه واستعانت بالكلاينت تبعي بالزبين تبعي اخدت رأيون لانه شوي انا كتير عصرية يعني بشغلي كتير مودرن وما بمشي كتير بالتقليدي بالاشياء التقليدية بقى صرت صممت هيك موديل اول موديل صممته كان كنية انا برسم كتير روزي سهول الصغار برسمون على فنجين قهوة وكتير هودي تراتيشنال مثلا كتير برسمون امت هيك رسمت وردات صغار ووصلتهم بهليل عرفتي وحطيت فنوس بقلبهم يعني فوطت دمشت الورد والمودرن يلي بعمله الاشياء المودرن دمشتها مع الاشياء الهايدا وصار جايتها عرضتها عزبوناتي عيالي بحبه كانوا بيطلبوا عطول وكتير اخدت اخدت اعجاب ونزلتها صارت تنطلب كتير وفتت مثلا قبل كنت اعملي امكان فنجين قهوة صحون كيك اشياء تي تايم شاي كده مثل ما عمشوف هلأ مع المشاهدين هكي في السنة فوتت الاشياء للطولة يعني الفرش الطولة من الصحن للتطريز البلايسمات للاشياء نحاس ملبسة ذهب كمان الاندر بليت للشوكة والسكينة المحفورين يعني كل شيء موجود على الطولة كامل متكامل صارو كل شيء يعني الطولة كاملة متكاملة لرمضان شهلو ايه قدير الناس بتتحمص وبتمبسط يعني لانو عم نشوف شيء كتير حلو خاصة من الوحي المناسبة يعني من الاجواء مثل ما بيقولو الحمد الله يعني كتير اخدت رهجة وحبوها كتير وبدنا شيء اجابة يعني بدنا نكون مبسوطين ومحمسين للجماعة كتير اجابة يعني بدنا نكون مبسوطين ومحمسين للجماعة ما حدا يحكيني ابدا حكوني بالشغل ما بدنا نشتغل نحكي بمشاكل البلد لانو مشاكل البلد مبتخلص يعني مصبوط يعني اللي عم نمرق فيه مانو الشي هايين ابدا مية بمية فبنا نبسط بالورود والالوان الحلوى والحمد الله حتى الزباين عندي كمانا كتير هيكي بتشوفي منحكي بنبقى عم نحكي بالغراض بالصحون وبالهايدا وننسى تشوف بشو عم نبو ونرجع على الواقع قدي بتلعب دوري كتير كبير يعني خيان شوف الصور اللي نفرجة بس اليوم وقت نعزم حدا بتحسي بتنبسطة وقت يكون كل التحضيرات بيني انك عاملة من واجب الضيف يعني هيدا بتنبسط فيها وهيدا اللبنانة بحد ذاته عم نشوف هيدا الفنجان القهوة كمان نفس الكونسبت عم نحكي ورود حلوى مع الهلال فاتو الوردات الصغار مع الهلال حتى شفت عصحون قبل شوية رمضان كريم وأجواء حلوة وكل هالتفاصيل هون السات بلشت عم تكمل يعني عم نشوف الصحن عم نشوف الفنجان عم نشوف ومنعطيهم لحدا على الليزر بينحفر كل شيء يعني هالقدي يكون مميز وهالقدي يكون للأشخاص يعني للبيت حلو يكون الأسماء موجودة على الشوك والمعالي فرجينا بعد هيك الصور خلينا نتحمس للشهر الفضيل هوني كمان عم نشوف السات كاملة هوني كلهم هيدا السات القرية رمضانية حلو إذا بتشوفي مثلا المساجية كلها معمولة وحتى محطوطت عليها مثل الناكر مثل النافرة معمولة بطريقة بتلمع بتحسي القبة تبع المسجد كلها نافرة ومشغولة بطريقة كتير كتير حلوة بتحسيها هيك على هيدا مودرن فيها بتحسيها يعني كتير حلوة مية بالمية وقد بيمبسطوا يمكن اليوم نحنا عم نحكي بمحاول نشرح قدمة فينا بس بس يكونوا بين إيديهم تختلف الأمور بس حلو تكون نافرة حلو تكون مبينة ببين عن جد مشغول عليها بكلمة بتبين القبة هيك حلوة تطلب هنا عم نشوف الدهبة عم نشوف الألوان قدي بتاخدوا بتاعتي مع الزبونات اليوم يمكن يحبوا بسات ما تكون دهبة تكون سلفة اي اي اكيد متل ما هاني بحبوا بس هلا اجمالا كل الـ رمضان دهبة كلها كان الدهبة يعني بتاعتي هيك فخامة أكتر وعطيت يعني كتير كتير اشتغلنا بالدهب كان كتير حلو وهلا طلابت منهم للزبين بكرة تيحطوهم يبعتولي الصور هلو قديبتم بستم على فوقع يعني بهيد النقطة بالضبط وقت يكون عند عزيم الست وتبعتلك لينا قديبت حس انه عم توصل الهدف يمكن من الأساس وقت بلشت بهيدا الشغل بديكيه طبعا لكن نجاحي انا اجا يعني بثمانين بالمية من الزبين لانه هني بيطبو حمسوكي اكتر لتعطي حمسوني يعني مثلا في زبوني بعطتلي صورة صحا اخدته من عندي من هذيك السنة قالتلي بدي شي هيك هيدا هذيك السنة اخد كتير رهجة بقى هيدا شي حمسني صرت اطلع بالرسمة اللي عملتها هذيك السنة طورتها طورتها وعملت لها شي احلى واحلى كانت هي حطة اندر بلايت من عندها عملت لها اندر بلايت كأنه قطعة جديدة غيرت كل شي شي جديد وشي ما معقولة يعني كل مفرجية لزبوني تقلي هيدا بدي وهيدا بدي يعني حتى في منهم ينقوا رسمتان ثلاثة من اللي عملتهم ومختلفين منهم يحبوا ينزلون يعني على ذات الصفرة ينزلوا مش انه كله كله مثل بعضه يعني كذا نوع وتغير يعني بيطلع كتير حلو ومميز خلينا نتابع بالصور لانه بعد في قشة كتير مميز زيادة صحون اللي مكتوب عليها أطباق الأكل شو الأنواع كتير مهضومين كمان وبيلفتوا النظر هون كمان عم شوف هيدا الصورة مع المشاهدين كمان عم نحكي رمضان وصحون كمان معمولة بطريقة كتير عصرية وهيك الشيك بتحسي انه منن مش مش كتير معجقين مش كتير نعمين بالضبط يعني وللمناسبة بحد ذاته وقدي في طلب يعني ذكرتي بالبداية السنة الماضي يمكن بسرعة اجا الشهر وما قدرت تتحضره ما قدرت لحقت أبدا يعني كتبلشت قبل بشهر عم حافدير ما قدرت لحقت أبدا يعني قدي وقت لازم يطلبوا يعني هلأ نحنا بلش لعدة العكسة خلينا قوي قدي بتفضلي دايما يطلبوا يعني في سبايا وسيدات بحبوا مثلا ست صغيرة ينقف نجين باس أو شي في حدا بدو كل شي هلأ ياللي كل شي اللون شهرين ثلاثة طالبين يعني هلأ بلشنا نسلم ياللي عم يطلبوا كل شي هلأ فيني بس أنه أكيد كميات مش كبيرة ما بق فيني يعني اشتغل كميات هلأ يعني أبو دا الزينة إذا طلبوا كل شي بيقطعوا هلأ بس أنه أكثر بتفضلي كمان بوقت قبل يكونوا كانوا عم يحكوا مية بمية هون عم نشوف كمان هيدا هيدا الاندر بلايد كمان نتقلك عنه هيدا تحت الهيدا عملته أول شي صممته ماشي هيك رسمي أخدت صورة عملت زبطنيها وعطيتها للي بيعملها تحاس ملبسة هي دهب جيت عم جربة ملنا مصطرة والشي عم جربة أنا تحطيت الصحن عليها حسيت تجروح نقذت هيدا كيف بدي أعمل ضليت فكرت أجيني الفكرة أنه أعمل البليكسي شقفة بليكسي جلاس لا تكون تحت الصحن دهبية تجي ملزقة فيها بس تجي تحت الصحن هيك بتضل ما بتعود لا تتجروح مرتبة ما بتتجروح مرتبة إن هيدا أكبر دليل أدي في دقة بالشغل يعني بتطلع بديتايز صغيرة إيام تزعجني خلاص تكبة ما بقولون شلوه خلاص نعمل غايرة ما في مشكلة حلو هيك الأفكار بتخلق يمكن من المشكلة اللي بتطلع بوجديك هون عشو في الفجاة هيدا طبع الرينج طبع النابكن هيدا محفور على الليزر معمول الهلال على الليزر مرسوم ونازل منه فينوس شو حلو يعني كتير مميز وحتى فليني نقو نفس الفكرة لأشي تاني تطبق أكيد ألا شو ما بيطبوا يعني يعطوني بيعطوني فكرة صغيرة وبالفكرة بعمل أشياء بالظبط في أشياء بتلبق مع كل الناس ولبيوت كل الناس في أشياء بتكون مميزة لبيت معين فأنت فلاكسبل فلاكسبل يعني بجرب قدمة فيني يعني البيت العصري بيلبقوا وعالبيت المودرن اللي كمان كتير هيكي كلاستيك وبيلبق كمان خلينا بعد نشوف الصور والأفكار اللي عم شوفها مع المشاهديين هون ست فنجين شاي اي هولي كمان حتى الفنجين شاي على الأزاز عم نرسم عم ناخد الزيت الرسمية اللي عم نرسمها على عصحون الشاي عم نعملها على الأزاز كمانا وحتى أفكار يعني جديدة يعني دايما البريق بيكون له مميزات غير يعني اليوم ايا حدا بقدر يختار المدل اللي بدو طبعا فيه منهم بيحبوا الدلة يعني ها الدلة ياللي لطبع الشاي والشاي كمانا منعمل скоро بنرسم زيت الرسمية كله تقم كامل متكامل حالو والشغل وكنت قبل شوية عم تكون عم بتوضح قدي انت عم جاد دقيقة. اليوم كتير بتنسألي هالسؤال وبعتقدت زبوناتك صارو كتير بيعرفو. بس قدي في دقة في ناس بخافوا بقولك طب انا بركي عجلي بركي على. مضبوط. شو بدي أعلم. اول شغل يسألوني عجلي عم عجلي هولي. نحنا منتبع طريقة منرسم منحط بفرن 800 درجة. يعني اللون بفوت بقلب البرسلان. ما بيعشق البرسلان بتحسيه ما كيف بتشتريهم يعني الماركات التقيلة بتشتري كله المحفول وكل الوان. ما بيكون فيه ذهب بينجلى بالجلي عادة. بس اذا فيه ذهب حرم متل وقت تشتري شغلة انت تقيلة ما بتحطيه الذهب على البرسلان ما بتحطيه بالجلي. صح صح. حيث لا يحافظ علي ولا يتبول. والذهب يلي منستعمله كمان هلأ بيغلب يعلب وبينزل متل سعر الذهب العادة. ذهب ذهب مزبوطة 18 عيار 18 في عيار 24 بنستعمله بالبرسلان. فاكر مل هيك فيه دقة يعني القطعة برتبة وتقيلة بتحافظ عليها. تقيلة وقت بيكون فيه ذهب يعني قطعة تقيلة تقيلة. مية بالمية. هون عم نشوف كمان السادة الكاملة. هيدا المتة هيدا سادة المتة. كمان عملنا اشتغلت المتة انا قليش سنتين ثلاثة بعمل متة. هلأ السنة عملناها مع يعني خصوصي لرمضان مع الأحرف العربية وهيك. حلو حلو بدنا الجامعة الحلوة بعتقد هيك سادة بتبتجمع الكل مع بعضون. هون كمان عم نشوف الأفكار وهم بدي ايرجع ذكر انه الأشخاص بيحبوا يطلبوا. في نقل الألوان اللي بدون إيها. الديزاين اللي بدوا إيها. كل شيء. يعني بتحطي للمساتك متل ما بيقولوا. بتطلع حلوة. متل ما معودة لسبونات لينا. هيدا بخليني صير مسؤولة. يعني وقتل بقلولي عزوئك مبعود أقدر. يعني بصير بدي أعمل كل شيء. بديك تهتم أكتر. هي بهتم أكتر. بكتير مما وقتلهن بقلولي. هاي بدنا هاي دي مش هاي. هلأ الألوان كتير عم بتطغي. مثلا في منهم القبب المساجين طلبوهم. طلبوهم ألوان معينة. صح. مش أزرق. أنا عملتهم كلهم أزرق يعني. وقتل بعمل الكوليكشن تبعي بمشي. نفس اللون. هلأ بيجي طلب في واحدة طلبوهم ملونين. مصبوط. في واحدة طلبوهم لون روز. زهر باريح. اجا طلب تفجأت هيك. بس إنه متل ما بيطلبو. بتنفزي الألوان. هون عم شوف ألوان مختلفة. يعني يمكن هون كان لاخد فكرة. الجامعة تلاتي كوليكشن. ثلاثة تلاتي كوليكشن من هولي ثلاثة. وبدأت حطهم بفرد على الطاولة مع بعض. حلو حلو فيها تكونست متل بعض. لعنا بحب. ميكسها الماتش كتير حلو. جنو. كتير حلو. والروزز عجتش تروا حلوة مع الهلال. حتى الروزز يعني إذا مارج عاملينه. أو شي حطوا فيه كم وردة ويحطوا على الطاولة حلو. يعني بزينوا طاولتهم. طبعا. من مشي يعني بيصير. طبعا أكيد هون كمان عم نشوف له. بعدنا بأجواء رمضان وسادت رمضان. كمان هون عم نشوف. الأفخر حلوة كمان حتى. هذي لنطرة زيت اللي تارزينة sigh ذات الرسمية اللي موجودة على الصحون. طرزينا على. نابكن تايبل ومحطو التاب الرينج اللي هو كمان ذات الثام مثل ما شفنا المعلقة محفورة عاملتن مون كمان مثل مثل السات تمام خلينا نتابع بعد قيد صعبي لحده يختار سات وحده ما يكمل كل بس يمبسط فيها بتحس بيطلبه اكتر وبيصير بدون يكمله سات خلينا نتابع بالصور لحتى نشوف كمان هون صحون والافكار كيف عمتوا والقيسات يعني كمان هون ايسات تعرف اكتر شي برمضان عم ينطلب صحن الكبير الاكه وصحن السلطة او الديزيرت وكاسة كاسة للشوربة صحن غميء يعني هيدا كله تشوف زيت الشي كله عم ينطلب هكي اربع ايسات صحون عم ينطلبو وفيهم ينوعو فيهم ياخدو نفس الرسمة ميمية هلا هيدا ديما ممكن كل حلقة بسألك نفس السؤال في كتير اشخاص بيحبوا غراضهم يعني حدا عنده صحون مميزة اشي حلوة بس حابين يغيرو تقدر تعملي نفس الكنسبت الصور اللي عم شوفها ترسم على صحون من عندهم اذا كانت تحت صحون ايه في صحون عملناها يعني عصحون بيد سيدة بس انو فيها مزخرافين شوي من فوق طلعوا كتير حلوين بيطلعوا حلوين اكيد بعملها حلو يعني هون بيقدروا في ناس لانو بتحب غراضة بتحب غراضة وبتحب هي عندها شي بالسوق تشوفو يمكن صحون ميزين غير يلي انا بعملون بس حبيت عملون ديزعين اكيد حلو اكيد هون هون احلى شي هو هيكي اكتر شي بمبسط هيكي كل حلو كل شي جديد انا يعني ما ما بعملو انا بمشي بالسيدة عرفتي بالسيدة في اشخاص اني بيحبوا شي ميز لقلون مية بالمية رحنا هوني لقنسبتاني القنسبتاني اللي هو الشوربة طبع الشوربة تناجر الشوربة وكل لقلون سخنات هون هيكي حتى رسمي عليهم اذا بتشوفي الوستريشن طبعا مرة عم تعمل هيكي مثل الكارتون عم تعمل جواقفة وعم ترسم شوربة ومع الاشياء اللي بتحطيها بعم ترسم شوربة عم تعمل شوربة قد ما بنرسم اللي قد ما بنرسم بنهار عم تعمل شوربة انا عفكرة وقتقلت عم ترسم شوربة فكرتك عم لتياها الان بكرياتيف ان هي عم ترسم لا لا عم تعمل شوربة كمان فكرة مش مش عقبتان عم تعمل شوربة وحط عليها الاشياء اللي بتنحط الانجريدينس بقلب الشوربة الجزر الكوسة البصلة هيدا مرسومة على كل كيف طلعت معيك هيدا الفكرة انك تحط الانجريدينس على ال هيدا لا هي فكرة حلوة فكرة حلوة وكمان من الزبونات يلي كانوا يطلبوا مثلا بيطلبوا تنجرة مخصوص لشوربة العدس مثلا شوربة تنجرة لشوربة تجيج برسم عليها تجيج وبحط لهم عليها العدس بنرسم عليها العدس رسمت هديك السنة هيك وحدة هيك يلي بتشيلوا فيها العدس كمان عبية يعني شو بتستعملي خياتك وحدة بتجدد ليعطي الأحلى للناس وان عم شوف كمان فكرة حلوة المنظومة هولي كله تناجر شوربة هولي كتير كتير ماشيين كتير بينطلبوا مع الكسات تبعون يعني بتاخد مثلا سات الصحون وهيدا بتاخد تنجرة الشوربة كمان بتكون غير يعني انت ما تضلك ماشية بكل هيدا مزبوط بتنوع يعني بتاخد تنوع ايه بالصفرة يعني عصحون عندهم هصحون على طولة الأكل وحدة في عندك الجوت كلها جوت شوربة للشوربة لجوت الأكل كمانة هلا بتشوفوهم في أشخاص بيحبوا يعني هولي حلوين انه بيلبقوا بكل المواسم مع كل شي يعني مع كل شي يعني حتى شو عندها هي بتحط هولي بتغير شوي لكن عم نحكي رمضان والكنسبت كله رمضان للعزيم بها الشهر الشوربة بقدر يبقولوا لأي عزيم تاني يعني موجودين موجودين بيستعملوا دايما الشوربة هيدا بيعوزوه أكيد تمام لو أفكار حلو ومميزة وبيقدروا كمان يخدوه لرمضان يعني كمان بيقدروا مع سات رمضان يحطوا الكاسات وكل الأمور شو كمان بعد محضرتين لنا وأفكار جديدة شو أشياء مميزة بعد غير اللي عم نشوفه لانه بعيد دايما بيضلت عزوط الأكل كمان يلي مثلا ورق عناب الكبيراس الجيغو كله مرسوم على الجاة عزوط يلي للطبع التقديم وحتى في منهم بيطلبوا صحون أكل منهم هون عم نشوف الأفكار يعني هيك بيتحمس اللي قاعد على الصفرة قبل ما يبلش بالأكل يعني بيكون عم يتشهى الإشياء اللي موجودة صحيح تير مهضومة الفكرة هون حتى كاتبة يعني غير الرسمة في كتابة في منهم صحة وعافية في منهم عطناجر الشربة مثلا شربة خضرة شربة كذا هو الزبون شو بيطلب شو بيطلب ايام بيطلبوا جملة معي يعني بيكتبلون إيها ايام تبولة تنقل إذا عملنا تبولة تبولة لاميا مثلا شو يعني شو بيطلبوا بالدخلة أسماء بالدخلة أمور إشي حلوة شو ما بدلون شو ما بدلون تلفت صح كله كله بيمشي والألوان حلوة يعني جايين هلأ عربيع وجايين على طيفية عربيع هلأ في شي جديد عم بتتحدر بعض هلأ عربيع هلأ بعد بعد ما تخلص الكلكشن رمضان بعد تقد بحضرة شي كتير حلو بيان لكن هون عم نشوف كمان الجزار أبوكا إشي هيك مرسومة حلوة إيه السلالات يجاة السلطة كله كله أفكار مميزة حلوة بلك استعملي يوزيور إماجي نييشن على الجد هايدي أدي فكرة بشغلك والله انو دايما الواحد بحس حاله انو ما بدي كرر إشي بدي دايما بتجدد أدي بتبحث ايه هاي دي متلان ورق عناب يمكن يعني حتى الاكل بيكون موجود وعلى الزوية هيك بيضرب بينشغل على الزوية بحطوا الاكل بيطلع مثلا تنقول هيده حطوا ورق العنب بالنص مين ما بيعطوا ورق العنب يعني بالعزيم هيده صح بيطلع كتير حلول دايما عفكرة بس كون عم بحكي عن شغليك بكون عم بتخيل اذا عامل عزيمة مثلا والاشخاص قبل ما تنزل شو انا محضرة اكل قديه هن بيكونوا يتحمسوا لصحون قدي بقوا ليك السيدات بزبط المبسوطين بالصحون بس ما بقدر يعني ما بقدر اعرضهم بقلب بيتهم بكونوا عاملين العزيمة ومحطين صح بيفرجوك كيف كانت بيفرجوني كيف يبقوا مبسوطين ايام بيسألوني وعم بياخدوا رأيي باشيا بيبعطوا لي صور بس انو بليز ما تعرضيهم لا هيدا برايفت لالك اكيد هيدا كردت لالك وتكون اكتر شكر لالك لينا هون عم نشوف كمان نفس اله هيدا الكونسبت كله تبع الاكل هولي جوت الاكل ليك هولي كمان الفروج كازا لحم المشوي هولي باربيكيو مثلا اهلا وسهلا وشلع زوءك كل هيدا التفاصيل كله بينزل كله حلو بيصير كله حلو بيحمس وبيبسط وترتيب بتحسي عجد في هيك اناقة والترتيب بالقعدة كمان هون نفس الشي كمان هون نقول لك كل حدا بتابعنا حابب يحكيك ويتواصل معيك ويقدر يطلب الكالكشن اللي بدو اياه وشو حاب انو يطلب يطلب بكرا جيين عصيفية يعني بحس هالاجواء بكرا بجنينة بالقعدات يعني كل حدا بيتوصل فيك تسأليه يمكن كيف نمط الحياة تصاروا تعودوا لارا تعودوا الزباين صاروا وقت بيكون فيه شي او عندهم شي دغري دغري بديقولي بيحكوكي شو بدي اعمل شرشف ولا هيدا وبتصور لي تنقل محل البيت بتصور لي طولة بس يكون في عزيم كبيرة وهيك عم بعد في فكرة يمكن قبل ما بارزة بعديك عم تكمليها بتروحي بتعمل لسات كامل على التواصل وعلى الصورة تواصل يعني بتواصل معهم وبعطيهم افكار وبساعدهم هيك بال بتكمليلهم سات اصلا شو بعد بدهم احلى من هيك من اي تو زي بتل ما بيقولوا بكل شي شربة التماطم والصورة كتير حلوة وحطين سعرات الحرارية تحت وتفاصيل وكل هيك امور كتير مهضومة وكتير حلوة وينقوا الديزان اللي بدهم ايه والامور اللي بدهم ايها درجع كرر اذا بديوتوا البيتوا بقبل بوقت قبل بوقت اكيد لانه قدي تقريبا بياخدوا يعني لانه بالفرن بدهم يقعدوا لا يكون الفينيشينك غير شو كم بتلاقوله بد الوقت لانه ما في شغلة مرة من مرة واحدة بتصير يعني بديك تفوطيع بديك تشتغلي في الى كذا اتاب اولت خبزة وتعني خبزة وايام بتخلصي بتفكري حالك خلصتي بتطلع بيكون فيه بده تروتوش بده ترجع تنعمل بده شغل بده شغل بس نحنا ايكيب كبيرة صرنا عم نشتغل وعندي مثلا ايكيب عشر نسوين صاروا كل مرة عندها عندها طريقتها الخاصة يمكن او نظرتها طريقتها الخاصة والديزاين الخاص فيها يعني مقسمين حالهم مش معقول كل حدا مثلا الطير هايدا الهمينج بير تنقوه في واحدة بس شغلتها الهمينج بير واحدة شغلتها الفراشات تشتغل فراشات واحدة الروزز امور كتير كله كل حدا مختص بشي هايدا التوراس تبع التوراس اللبناني كمانا عاملتهم طورته كتير يعني كنت بشي بالتوراس كمانا اتطورنا كتير صار با كمان في حدا مخصوص شغلتوا التوراس يعني كل حدا عنده شغلتوا هيك بنقول لك كل المشاهدين فوتوا على الانستجرام الخاص فيك لينا هلأ نحطوا على اسفل الشاشة بيقدر يشوفوا كل كالكشن يعني حبينا هيك نحط رمضان لانه هلأ على الابواب وبيقدر يشوفوا كل شي حلو مثل ما قلته يعني كله مطور كله بيقدر ينشغل ويتعدل فلاكسبل للاخر أهلا وسهلا فيك معنا شكرا لك شاء الله بيرعاد عليك بالصحة والعافية ودايما هيك بنستضيفك قبل اي مناسبة لنكون عن جد عم نروح معك هيك للإبداع الحلو على الصحون والفنجين الكبيت وكل شغل لك لينا شكرا لك لينا أسمر منصق التاولات ورسم على البورسلان شرفتينا وشكرا لحضورك أهلا وسهلا مشاهدين لهم كنوصلنا لختام هذه الحلقة ومشي جديد معادنا بتجدد معكم بكرة من نفس المواعد فأكون أكدار إلى اللقاء اشتركوا في القناة